تاسعة صباحا بتوقيت القاهرة مجاز انباء من عاصمة الخبر قال الرئيس الاوكراني فلودمير زيلانسكي ان الضربات الروسية خلال الساعة الماضية ادت الى انقطاع الكهرباء عن معظم انحاء البلاد واشار الى ان منظومة الدفاع الجوي نجحت في تخفيف حدة اثار الضربات الروسية على الرغم من الصعوبات التي تواجهها كييف بخموت و اوديسا نتيجة لهجمات الصاروخية واضف ان منطقة دونستيك تشهد مواجهات عنيفة على طول الجبهات جرى رغبة موسكو في حسم السيطرة عليها قبل بداية العام الجديد حسب قوله كشفت بريطانيا عن منح اوكرانيا اكثر من الف جهاز للكشف عن المعادن ومائة من معدات ابطال مفعول القنابل وقال بيان لوزارة الدفاع البريطانية ان هذه المساعدات تهدف الى تطهير الالغام التي استخدمتها روسيا لاستهداف البنية التحتية المدنية الاوكرانية واضف ان اجهزة الكشف عن المعادن ستمكن الجيش الاوكراني من تأمين الطرق خلال ازالة الالغام وابطال مفعول القنابل والذخائر غير المنفجرة اكد الرئيس الامريكي جو بايدن ان واشنطن تهدف الى مواصلة العمل مع حكومة اسرائيل الجديدة على تحقيق السلام بالمنطقة بما يشمل السلام بين اسرائيل وفلسطين واكد بايدن ان بلاده ستواصل دعم حل الدولتين مشددا على معارضتها للسياسات التي تهدد امكانية تحقيقه قررت كوريا الجنوبية تشديد اجراءات منح التأشيرات للمواطنين الصينيين القادمين اليها على خلفية ارتفاع اصابات كورونا كما اعلنت السلطات في سول عدم زيادة عدد الرحلات الجوية القادمة من الصين مع الزام القادمين بتقديم ما يفيد عدم الاصابة بالفيروس أعلنت الحكومة الباريزالية الحداد لمدة ثلاثة أيام بعد وفاة أسطورة كرة القدم بيلي الذي رحل عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع طويل مع المرض وكانت حالة بيلي تدهورت خلال الأيام الماضية وظل في المستشفى لأيام طويلة لتلقى العلاج وكان الأسطورة المتوج بلقب كأس العالم ثلاث مرات قد عانى من تدهور في حالتها الصحية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة قبل أن يصاب بسرطان القولون العام الماضي نهاية الموجز لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز دوت نت كما يمكنكم متابعتنا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب ويمكنكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11 747 Vertical كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور، جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على شاشة أشكركم على حسن المتابعة ونكمل باقي فقرات صباح جديد